احساس يعني انا بتجلب علي صفة الضحك والابتسامة والحاجات دي كلها انما جوايا برضو زعلان متدايق يعني لان انا كنت حاطت جوايا او الناس كانت معتقل ان انا يبقى في مكان تاني او في حتة تانية يعني اه الحمد لله الناس عرفاني في الشارع والناس بتصور معايا والناس بتتكلم على الفئات اللي هي موجودة ومش نسياها وحس بيا بس برضو انا كحسان برضو من جوال انا عايز اكون اكتر من كده فطبعا بتعب جدا بالدايق مجاش عليك لحظة قلت لأ اكلم مخرج او اكلم فنان نجم يساعدني لا اكلمت طبعا مجيبش عليك تنرد الفعل ايه والله يشوفي يعني يمكن في الفترة دي بعض النجوم اللي هم موجودين يعني اجلبهم برضو يقولك يعني دنيا ماشية بالعافية وان احنا مبقاش مبقاش يعني قادرين ان احنا نقول هاتف ولانا وبتاع لان في حاجات كتير قوي كمان المخرجين يمكن المخرجين بتتواصل معاهم وتوصل ايهم يقولك اه طيب وحاضر لو هو في بعض المخرجين بيردوا عليك فيه داس كتير ما بتردش الفكرة يعني مفيش الكلام ده يمكن زمان اما كنت مثلا ننزل شركة شركة انتاك كبيرة قاية الاستاذ واقل عبدالله والاستاذ لؤاي وكان فيها مجموعة كبيرة جدا من الناس الحلوة قوي كنت تروحي انت ليك دور الشركة برضو من الشركات كان فيها لساس معين كوت كوت كان برضو ليك دوارك يعني فيه ناس كانت بتشغلك كتير كنت بشتغلي انا جيه عليها فترة كنت بشتغل في خمس مسلسلات جيت عليها فترة كنت بشتغل من هنا الهنا 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 الناس في كفراء عسكر ومش خاصطية ومش عارب تعال ان احنا بيوم حاجات كتيرة جدا كنت بعملها وبشتغل وانا مبسوط جدا وفرحان ان انا بشتغل طب المشاكل اللي حصلة في الفن يزي او من وجهة نظر حضرتك يعني ان فيه مشاكل مجاش عليك لحظة كده قلت انا هطلق الفن ده بالتلاتة لا صعب دي صعب ان انا اطلق الفن لان الفن ده مقدرش استغنى عنه احساسي انا بمبسوط جدا ان انا برغم مشاكل المريضية برغم مشاكله يعني مقدرش اقول انا لا انا مش عايزه انا مش شغاله انا بتضايقه بتضايق وبقى عرفانه وزعلانه ما الانسان من كتر ما هو بيحاول احيانا بيحس بلحظة احباط احباط فيقول ايه لا يا جميع انا خلاص انا مش عايزه اكمل في الفن ده انا اقوم اشوف شغلنا تاني جات اللحظة دي بالاسف هقول لحظتك على حاجة الفنان اللي هو معروف دي بقى صعب ان يشتجر شغلنا تانية ليه بقى لاني بتبقى فيها صعوبة ييجي ناس تقولك مثلا ايه طب ما انت كنت عملت مشروع طيب المشروع اللي انا هعمله انا باخدش الملايين اللي تحقق لي ان انا ممكن اعمل مشروع ويدريلي داخل كويس ليه لاني انا باشتجل برضو الاجر اللي كان موجود ويمكن حتى الزمان كانت الاجور مش زي دلوقتي هو ده السؤال المؤهرج اللي كنت عايزة اسأله هتزعل لا ما زال